أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمسلس الذهبي لما تتمتع به من مقاومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوي وخلال اللقائه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمسلس الذهبي بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة وجه مدبولي بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في سفاجة كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمسلس الذهبي بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة والبدء في تنفيذ خطة المرافق خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة